إذن أهلا بكم مشاهدين تساءل تقرير في صحيفة فينانشل تايمز عن الخطوة التالية التي سيقدم عليها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بعد التقدم الميداني الذي حققته القوات الأوكرانية يضيف التقرير أن بوتين يعيش تحت الضغط خصوصا مع تراجع أسعار النفط وانخفاض شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا التي تستعد لحرب طاقة مع روسيا في الداخل الروسي وفق الصحيفة التسع دائرة الانتقادات حتى بين مؤيدي الحرب أما خارجيا فقد كشفت قمة شينجهاي عن مخاوف لدى الصين من مآلات الحرب في أوكرانيا بينما قال رئيس الوزراء الهندي بشكل صريح إن زمن الحروب قد ول يرى التقرير أن من الصعب على بوتين تبرير الموقف المبني على ما سماها عملية عسكرية خاصة ويبرز توقعات خبراء بأن بوتين لا يملك إلا أن يتجه نحو تصايد كبير للصراع قالت مجلة فورين بوليسي إن حرب أوكرانيا شكلت فرصة لكازاخستان لتخييب أمال روسيا مضيفة أن هذه الحرب ربما تغير النظام العالمي لكنها بالتأكيد غيرت الجغرافية السياسية لآسيا وتضيف المجلة قبل حرب أوكرانيا كانت كازاخستان مصنفة أقرب حليف لروسيا من الجنوب وبيلاروسيا من الغرب والصين من الشرق ورغم ذلك وعلى عكس بيلاروسيا أو الصين لا يبدو أن كازاخستان تحاول تعزيز علاقتها مع روسيا بالعكس وفق المجلة تحاول كازاخستان بهدوء تفكيك تحالفها مع موسكو دون إثارة غضبها والآن مع اختيار كازاخستان محطة في أول رحلة دولية له منذ قرابة ثلاث سنوات ووعده بدعمها في حماية استقلالها وسلامة أراضيها يكون الرئيس الصيني شي جينبينغ قد منح كازاخستان فرصة ذهبية للمضي في فك ارتباطها مع روسيا قال أرئيل كهانا في صحيفة إسرائيل هايوم إن سياسيين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين أعربوا عن قلقهم خلال محادثات مغلقة من توطيد روسيا علاقاتها مع إيران خصوصا في الآونة الأخيرة وضف الكاتب أن مسؤولين إسرائيليين وغربيين ناقشوا خلف أبواب مغلقة وعلى مستويات عدة ما يعتبرونه تقاربا مقلقا بين طهران وموسكو وفق الكاتب أوروبا قلقة أكثر من الولايات المتحدة من أن تصبح روسيا لاعبا في الملف الإيراني لا سيما وأن الطائرات المسيرة الإيرانية ستشغلها روسيا في الأجواء الأوروبية وخلص التقرير إلى أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في قمة سمرقند على هامش قمة منظمة شانجهاي يشكل تتويجا لما شهدته الأشهر الأخيرة من تقارب بين روسيا وإيران على خلفية الحرب في أوكرانيا كتبت صحيفتها آرس أن تشيلي تراجعت عن قرار رفض اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لديها وأضافت أن سانتياغو أعلنت أمس أنها ستعيد جدولة مراسم اعتماد السفير في 30 من الشهر الجاري في محاولة لتجاوز الخلاف الدبلوماسي الناجم عن رفض رئيس تشيلي الجديد جابرييل بوريك استلام أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الأسبوع الماضي وكان رئيس بوريك المعروف بمعارضته الشديدة لإسرائيل ألغى مراسم اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد جيل أرزيلي وهو موقف تعتقد مصادر إسرائيلية أنه جاء احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وأوردت الصحيفة أن وزيرة خارجية تشيلي بالوكالة خامينة في نوتيس اتصلت بمدير عام الخارجية الإسرائيلية وعتذرت عن حادثة رفض اعتماد السفير وأبلغته بالموعد الجديد لذلك مع حلول ذكرى الأربعين لمذبحة صبرة وشتيلة في لبنان هذه الأيام نشر موقع ميديا بارت تحقيقا مطولا تضمن التفاصيل الجديدة عما وقع في تلك الأيام الثلاثة والتحضير لها إسرائيليا ولبنانيا يوضح الموقع انطلاقا من دراسة حديثة صدرت في جامعة لندن أن تواطئة العديد من الأطراف في لبنان وحتى في واشنطن أو صمتها قاد إلى تلك المذبحة التي راح ضحيتها عدد هائل من الأطفال والنساء والشيوخ ويلفت التقرير إلى أن العلاقات بين إسرائيل وميليشيا الكتائب اللبنانية المتهمة بتنفيذ المذبحة أقدم وأوثق من الاعتقاد السائد مشددا على أن الطرفين يشتركان في التعطش إلى الانتقام من الفلسطينيين وتصفيتهم وينقل ميديا بارت عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي قوله إن قادة الكتائب يؤمنون بضرورة تكرار مذبحة ديريا سيل كما ينقل عن وثائق أفرج عنها حديثا أن إيريل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي أنذاك كذب على المسؤولين ليضمن إطلاق يده في بيروت كشف تقرير في صحيفة الجاردين أن ميليشيات ليبية تحتجز مئات من المواطنين التشاديين منذ تسعة أيام مردا على اعتقال الحكومة تشادي أربعة ليبيين للاشتباه في ضلوعهم في أعمال صيد لحيوانات مهددة بالانقراض وتضيف الصحيفة نقلا عن مصدر أمني الليبي أن ما لا يقل عن أربعمائة تشادي معتقلون في أجدابيا شرقي ليبيا لدى أيوب عيسى الفرجاني صهر اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبينما قال وزير البيئة تشادي محمد أحمد لازينة أن الصيد غير المسموح به شكل إحراجا دوليا كبيرا لبلاده أكدت وزارة الخارجية الليبية أنها بدأت مفاوضات مع تشادي للإفراج عن مواطنيها الأربعة الذين تعتبروا أنهم دخلوا تشادي بالخطأ في تحقيقنا من ليفربول بشمال شرقي إنجلترا كتبت لوموند الفرنسية عن عدم اهتمام سكان المدينة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية وتولي نجلها تشارلز عرش المملكة الصحيفة قالت أن انشغال الناس هنا منصب على فرص العمل والحصول على الغذاء وتوفير الحياة الكريمة ونقلت شهادات لعدد من سكان المدينة صب فيها البعض غضبهم على النظام الملكي وأوضح آخرون أنهم وهم الحياتية أولى بالاهتمام مما يجري في لندن من مراسم جنائزية معتبرين أن الإعلام يبالغ في الاهتمام بالعائلة الملكية وتشرح لوموند قائلة إن مدينة ليفربول تعاني الفقر وتراجع فرص العمل وتنقل عن مطلعين على ظروف المدينة قولهم إن الكرة ونادي ليفربول هما المتنفس الوحيد حيث قال أحدهم الكرة هي ديانة هذه المدينة كل الناس يشجعون نادي ليفربول حتى القطط والكلاب نختم من صحيفة نيويورك تايمز حيث نقرأ عن فشل خطة إدارة بايدن لوقف الهجرة من دول أمريكا الوسطى عبر تمكين القانون أو وضع حد للاستبداد أو إقناع الناس بالبقاء فيها تعود الصحيفة إلى تصريحات سابقة لنائبتي الرئيس كامالا هاريس أطلقتها من جواتيمالا في شهر يونيو الماضي تتعلق بالحد من ظاهرة الهجرة عبر محاربة الفساد وإيجاد الحلول الكفيلة بجعل التفكير في الهجرة يتراجع في مجتمعات أمريكا الوسطى لكن من الواضح حسب التقرير أن أمريكا الوسطى برزت كواحدة من أكبر انتكاسات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية فقد مالت دول عدة منها نحو مزيد من الاستبداد والفقر وكانت نقطة انطلاق أعداد هائلة من المهاجرين نحو الحدود الجنوبية للولايات المتحدة